اشتركوا في القناة برنامج الثانوية العامة برنامج التفوق تتبعونه عبر صوت التربية والتعليم برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع والتميز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب الثانوية العامة الفراء العلمي والصناعي أهلا بكم عبر أثير صوت التربية والتعليم الإفاعة التعليمية الأولى في فلسطين التي تبث عبر موجة 102.1 FM أنا محدثكم الأستاذ أحمد محمود مليحة ماجستير طرق تدريس سياضيات من مدرسة الطقوى الثانوية للبنين نتقل اليوم بكم لننقش الجزء الأخير من درس المشتقة الأولى باستخدام التعليف حيث يتم إعطائك صور مختلفة للتعليف لو أتعرف على هذه الصيغ سنذهب إلى الكتاب الوزاري ونأخذ مثال 7 صفة 14 يعني أنا أعزيز الطالب إفتح الكتاب المدرسي صفة 14 مثال 7 إذا كان قاف شرط الاثنين تساوي خمسة جد واحد نهاية قاف الاثنين ناقص خمسها ناقص قاف الاثنين علىها ثانيا جد أيضا نهاية قاف السين زائد واحد ناقص قاف الاثنين على سين تربيع ناقص واحد عندما سين تقول للواحد أولا نوجد نهاية قاف الاثنين ناقص خمسها ناقص قاف الاثنين علىها عندماها تقول إلى السفر يمكن حل هذا المثال بالفرض ولكن هناك طرق أسهل لذلك بالنظر إلى السؤال أو المثال نرجع التعريف إلى أصله فيساوي قاف شرط الاثنين أي مشتقط ما بعد السالب ولكن هناك ملاحظة وجود سالب خمسة بجانبها لذلك تصبح العبارة من جديد سالب خمسة مضروبة في قاف شرط الاثنين أو تقرأ بسيها أخرى سالب خمسة ضرب مشتقط ما بعد السالب أي أن نهاية قاف الاثنين ناقص خمسها ناقص قاف الاثنين علىها عندماها تقول السفر تساوي سالب خمسة في قاف شرط الاثنين لذلك تكون إجابة نهائية سالب خمسة ضرب خمسة تساوي سالب خمسة وعشرين حيث قاف شرط الاثنين تساوي خمسة من معطيات المثال ثانيا جد نهاية قاف السين زائد واحد ناقص قاف الاثنين على سين تربيع ناقص واحد عندما سين تقول الواحد نقوم بتحليل المقام إلى سين ناقص واحد مضروف في سين زائد واحد أي فرق بين مربعين لذلك تصبح النهاية كما يلي نهاية قاف السين زائد واحد ناقص قاف الاثنين في البسط في المقام سين ناقص واحد مضروف في سين زائد واحد نقوم الآن بفصل النهاية إلى نهايتين فتصبح كما يلي نهاية قاف السين زائد واحد ناقص قاف الاثنين على سين ناقص واحد عندما سين تقول الواحد مضروفة في نهاية واحد على سين زائد واحد عندما سين تقول الواحد بالنظر إلى المقام الأول نقوم بكتابة المقام بصيغة أخرى المقام الموجود هو سين ناقص واحد ممكن كتابته على الصيغة التالية سين زائد واحد ناقص التين وهو نفس القيمة أي أن تصبح النهاية كما يلي نهاية تابع معي قاف سين زائد واحد ناقص قاف الاثنين في البسط أما في المقام تصبح سين زائد واحد في قوس ناقص اثنين وهي نفس المقام الموجود عندما سين زائد واحد تأول الاثنين مضروفة في نهاية واحد على سين زائد واحد الآن الكمية الأولى تستبدل بقاف شرط الاثنين أو مشتقط ما بعد السالب مضروفة في نهاية واحد على سين زائد واحد بالتعويض تصبح الآن قاف شرط الاثنين مضروفة في نص قاف شرط الاثنين من المعطيات يساوي خمسة ضرب نص أي النهاية النهائية يساوي خمسة على اثنين والآن عزيز الطالب افتح كتابك المدرسي صفحة 17 وننقش مع بعض وسويا سؤال 5 مرة أخرى افتح كتابك المدرسي صفحة 17 لنقش سويا سؤال 5 إذا كان قاف شرط الواحد تساوي سالب اثنين وقاف شرط الاثنين تساوي سالب اثنين وقاف شرط الاثنين تساوي أربعة جد قيمة النهيات الآتية نمر ألف نهاية قاف ثلاثة زائد خمسة ها ناقص قاف الثلاثة على عشرها عندما ها تقول إلى السفر الآن مباشرة ودون فرد تكون إجابة كالتالي معامل الها الف البسط على معامل الها الف المقام أي خمسة على عشرة مضروف في قاف شرطة الثلاثة مرة أخرى نأخذ معامل الها في البسط على معامل الها في المقام مضروف في قاف شرطة الثلاثة أي مشتقط ما بعد السالب أي تصبح النتيجة خمسة على عشرة ضرب قاف شرطة الثلاثة الآن خمسة على عشرة ضرب قابل شرطة الثلاثة تساوي أربعة أي تصبح الإجابة النائية خمسة على عشرة ضرب أربعة يساوي اثنين الآن نأخذ فقربة جد نهاية سين تربيع ناقص واحد على قافل واحد ناقص قافل سين عندما سين تأول للواحد نلاحظ أن البصد قابل للتحليل لذلك نقوم بتحليل البصد إلى سين ناقص واحد مضروف في سين زائد واحد ونأخذ عامل مشترك هو السلب واحد من المقام حتى نرجع السؤال إلى الصيغة الطبيعية لأن في المقام مكتوب قافل واحد ناقص قافل السين يجب أن تكون هي قافل السين ناقص قافل واحد لذلك سوف نأخذ عامل مشترك سالب واحد أي نقوم السؤال بخطوتين الخطوة الأولى نقوم بتحليل البصد فتصبح النهاية نهاية سين ناقص واحد في سين زائد واحد في البصد في المقام بدل قاف واحد ناقص قافل السين تكتب قافل السين ناقص قافل واحد ونكتب في بداية النهاية سالب أو سالب واحد والآن نقوم بفصل النهاية إلى النهايتين فتصبح سالب نهاية سين ناقص واحد على قافل السين ناقص قافل واحد عندما سين تأول الواحد مضروبة في نهاية سين زائد واحد عندما سين تأول الواحد مرة أخرى تصبح سالب نهاية سين ناقص واحد على قافل السين ناقص قافل واحد عندما سين تأول الواحد مضروبة في نهاية سين زائد واحد عندما سين تأول الواحد لذلك تصبح كالتالي سالب واحد ضرب واحد عقاف شرطة الواحد أي مشتقة بعد السالب وتكتب في المقام لأن التعريف هنا جايب المقلوب مرة أخرى التعريف هنا مكتوب بالمقلوب فتصبح واحد على قاف شرطة الواحد ضرب اثنين مرة أخرى تصبح النتيجة كالتالي سالب واحد له مقدمة سالب النهاية ضرب واحد عقاف شرطة الواحد مضروب في اثنين تساوي سالب واحد ضرب واحد على قاف شرطة الواحد من ضمن معطيات المسألة بساوي سالب اثنين ضرب اثنين أي سالب واحد ضرب سالب نص ضرب اثنين فتكون النتيجة النهائية تساوي واحد نستكمل إلى فقرة جيم من نفس السؤال أوجد نهاية قاف الواحد زت تسعها نقص قاف الواحد على جذر الواحد زائدها ناقص واحد عندما تقول إلى سفر نلاحظ المقام موجود به جذر أي نقوم بدرب السؤال بمرافق المقام وهو جذر الواحد زائد الها زائد واحد على جذر الواحد زائدها زائد واحد أي نقوم بعكس إشارة المقام إذن تصبع النهاية كما يلي نهاية قاف واحد زائد تسعها ناقص قاف الواحد على جذر واحد زائدها ناقص واحد مضروف المرافق بسطا ومقاما جذر واحد زائد الها زائد واحد على جذر واحد زائدها زائد واحد إذن تصبع النهاية كما يلي نهاية في بسط النهاية قاف واحد زائد تسعها ناقص قاف الواحد في المقام النهاية نقوم بدرب المقام الأول في المقام الثاني فيصبح المقام النهاية واحد زائد الها في قوسة وحده ناقص واحد والجميع مضروب في مرافق البسط الذي في البسط اللي هو نهاية جذر واحد زائد الها زائد واحد عندماها تقول إلى السفر مرة أخرى يصبح السؤال كالتالي نهاية قاف واحد زائد تسعها ناقص قاف الواحد على واحد زائد الها ناقص واحد عندماها تقول إلى السفر مضروب في نهاية جذر واحد زائد الها زائد واحد عندماها تقول إلى السفر الآن مقام النهاية الأول نقوم بالتبسيط موجب واحد مع سلب واحد فتصبح نهاية قاف الواحد زائد تسعها ناقص قاف الواحد على ه لمها تقول إلى السفر ضرب نهاية جذر واحد زائد الها زائد واحد عندماها تقول إلى السفر تصبح نهاية كالتالي تستبدل تصبح تسع ضرب مشتقط ما بعد السالب أي قاف شرط الواحد والتسع هنا معامل ه الذي هو البسط مرة أخرى تسع ضرب قاف شرط الواحد من قيمة النهاية الأولى مضروب في النهاية الثانية نقوم بعمية التعويض فتصبح جذر واحد زائد سفر زائد واحد أي تصبح الإجابة تسع ضرب سالب اثنين ضرب اثنين انتجين هي تساوي سالب ستة وتلاتين مازلنا معكم طلابنا العزاء في شرح درس المشتقى الأولى باستدامة التعريف للصف الثاني الثانوي وأنا معلمكم الأستاذ أحمد محمود مليح الآن استكمال الفرعدال جد نهاية قاف واحد زائد ثلاثة ناقص قاف واحد ناقص ثلاثة على عشرها عندما تقول إلى السفر نلاحظ الآن في هذا السؤال عدم وجود قاف العدد أي عدم وجود قاف الواحد ضمن السؤال لذلك نضيف ونطرح قاف الواحد للبسط فتصبح نهاية قاف الواحد زائد ثلاثة ناقص قاف الواحد ناقص ثلاثة نضيف موجب قاف الواحد ونطرح سالب قاف الواحد الجميع مقسوم على عشرها عندما تقول إلى السفر الآن نقوم بفصل النهيات كالتالي نهاية قاف الواحد زائد ثلاثة ناقص قاف الواحد على عشرها عندما تقول إلى السفر ناقص الكمية الأخرى قاف الواحد ناقص ثلاثة ناقص قاف الواحد على عشرها عندما تقول إلى السفر ونقوم الآن باستبدال النهاية بالمشتقات فتصبح معاملها الذي في البسط على معاملها الذي في المقام أي 3 على 10 ضرب قاف شرط الواحد ناقص كذلك النهاية الأخرى سالب 3 على 10 ضرب قاف شرط الواحد تصبح 3 على 10 ضرب سالب 2 من ضمن معطلات المسألة زائد 3 على 10 ضرب سالب 2 فتكون النتجة النهائية سالب 6 على 5 الآن فرعها جد نهاية سين قاف الثلاثة ناقص 3 قاف السين على سين ناقص 3 عندما سين تعول الثلاثة مرة أخرى الفرع الأخير جد نهاية سين قاف الثلاثة ناقص ثلاثة قاف السين على سين ناقص ثلاثة عندما سين تقول إلى الثلاثة الآن نضيف ونطرح ثلاثة قاف الثلاثة ضفنا الثلاثة وقاف الثلاثة لنتمكن من أخف عامل مشترك من الكمياتين التي في البسط من الكمية الأولى التي هي سين قاف الثلاثة وكمية الثانية ثلاثة قاف الثلاثة لذلك نضيف ونطرح ثلاثة قاف الثلاثة فتصبح النهاية كما يلي نهاية ركز معي سين قاف التلاتة ناقص تلاتة قاف السين ناقص تلاتة قاف التلاتة زائد تلاتة قاف التلاتة الجميع مقسوم على سين ناقص تلاتة عندما سين تقول إلى التلاتة مرة أخرى نهاية سين قاف التلاتة ناقص تلاتة قاف السين ناقص تلاتة قاف التلاتة زائد 3 قافل 3 الجميع مقسوم على سين ناقص 3 الآن نقوم بفصل النهيات فتصبح النهيات كما يلي الكمية الأولى نهاية سين قافل 3 ناقص 3 قافل 3 مقسوم على سين ناقص 3 عندما سين تأولى 3 ناقص الكمية الثانية نهاية 3 قافل سين ناقص 3 قافل 3 على سين ناقص 3 عندما سين تأول إلى 3 فتصبح الآن النهاية مرة أخرى نهاية سين قافل 3 ناقص 3 قافل 3 على سين ناقص 3 عندما سين تأول إلى 3 ناقص نهاية 3 قافل سين ناقص 3 قافل 3 على سين ناقص 3 عندما سين تأول إلى 3 الكمية الأولى للنهايات نلاحظ وجود عامل مشترك في البسط ألا وهو قاف الثلاثة لذلك تصبح كما يلي مزيد من التركيز نهاية نأخذ قاف الثلاثة عامل مشترك من بسط النهاية الأولى فتصبح قاف الثلاثة افتح قوس سين ناقص ثلاثة في البسط مقسوم على سين ناقص ثلاثة في المقام ناقص الكمية الثالية نأخذ الثلاثة عامل مشترك من البسط أيضا فتصبح نهاية قاف الثلاثة ناقص ثلاثة على سين ناقص ثلاثة عندما سين تقول للثلاثة مرة أخرى نهاية الكمية الأولى نهاية قاف الثلاثة مضروبة في سين ناقص ثلاثة على سين ناقص ثلاثة عندما سين تقول للثلاثة ناقص ثلاثة في نهاية قاف السين ناقص قاف الثلاثة على سين ناقص ثلاثة عندما سين تأول للثلاثة بطبع الحال نقوم بتبسيط سين ناقص ثلاثة بسطا ومقاما من النهاية الأولى فتصبح نهاية قاف الثلاثة عندما سين تأول للثلاثة من الكمية الثانية نلاحظ أن يمكن استبدالها بمشتقط ما بعد السالب أي تصبح سالب 3 ضرب قاف شرطة 3 أي تصبح نهاية سالب 2 عندما سين تقول إلى 3 حيث قاف 3 تساوي سالب 2 من معطيات المسألة ناقص 3 ضرب 4 أي في المجمل تساوي سالب 2 ناقص 3 ضرب 4 النجل نهاي بساوي سالب 14 هنا عزيز الطالب ملاحظة هامة جدا يمكن حل الأسئلة السابقة باستخدام قاعدة لبتال كما سنتعرف عليها لاحقا ويكون الحال أسهل بكثير والآن عزيز الطالب إليك هذا السؤال إثرائي يرجى منك كتابة أسوال إذا علمت أن كاف السين تساوي 2 سين فقاف السين ناقص 4 مرة أخرى إذا علمت أن كاف السين تساوي 2 سين فقاف السين ناقص 4 وأن سالب 2 قاف الاتنين تساوي 3 قاف شرطة الاتنين تساوي 6 مرة أخرى سالب 2 قاف الاتنين تساوي 3 قاف شرطة الاتنين تساوي 6 جد كاف شرطة الاتنين باستخدام التعريف إلى هنا طلابنا العزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من شرح مادة الرياضيات للصف الثاني عشر العلمي والصناعي حيث تناولنا اليوم الجزء الأخير من إيجاد المشتقة الأولى باستخدام التعريف شكرا لكم حسن استماعكم نلتقي في الدرس القادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشرح المفصل لمنهاج الثانوية العامة برنامج التفوق تتبعونه عبر صوت التربية والتعليم برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع والتميز كنتم مع شرح مفصل لمنهاج الصف الثاني عشر الفرع العلمي ومبحث الرياضيات شكرا لإصغائكم ونلقاكم بإذن الله في الدروس القادمة مع تحيات إذاعة صوت التربية والتعليم شكرا للمشاهدة